خلينا كيف في البداية؟ يعني نعرف الأول يعني أنا عايز أعرف أنا جاية النهاردة عشان عرف الناس وعرف أنا كمان إيه هي الشخصية التاكسيك أو الشخصية التي تسمى المؤذية؟ الأول عادينا نقول مقدمة مهمة قوي إحنا عادينا إيه في حياتنا في العلاقات؟ عادينا علاقة مريحة خالية من الضغوط لأن الضغوط الحياتية دلوقتي كبيرة وعشان دايماً بنقول الاترابط النفسية نتيجة خلل في علاقة من اللي إحنا هنقولها دلوقتي خلل علاقة مع ربنا خلل علاقة مع نفسك أو خلل علاقة مع الناس إحنا النهاردة جايب نتكلم على علاقة السامة دايماً هتلاقيها نتيجة خلل علاقة مع الناس وآثارها بيمتد لخلل علاقة مع النفس فيظهر كتير قوي من الاترابط النفسية زي القلق والاكتئاب وعدم الراحة العلاقة دايماً بتبقى بين شخصين أو أكتر العلاقة سامة بيقى فيها شخص دايماً مسيطر عايز ينفس كل حاجة لأنه هو شايف نفسه صح في كل حاجة وبالتالي بيفرد بشكل غير منطقي عنده لا منطقية جديدة اللي هو يفرد كل اللي هو عايزه على الطرف الآخر وعلى الطرف الثاني اللي هو يلتزم بكل اللي هو بيقوله غير كده هيحصل على مزيد من النقد والسوء في التعامل منهم عشان كده العلاقة سامة محبطة بتأدل كتير من العلاقات المتوترة طيب لو إحنا قلنا أن الشخص المؤذي ده اللي هو شخص مسيطر صحيح ماشي ما هو شخص مسيطر ده لو أنا قلت مسيطر طيب ما كل الرجال هم سيطرة في البيوت يعني كل واحد يقولها كان راجل في بيتي يعني ده معناه أن كل البيوت دي بقت علاقات سامة تيجي الناس ترجع تقولي برضو وإحنا بنتكلم كده يقولي يا إيمان طيب والناس بتاعت زمان دي كتتعمل ايه يعني الناس اللي طول عمرنا البيوت مقفولة على بعض والباب مقفول يعني وكل واحد وكل بيت فيه شيلة وكل بيت البيوت أسرار طيب ليه في الزمن ده اشمعنا في التوقيت ده بتادينا نسمع دي يعني ما فيش واحدة تشتكي من جوزها غير ويطلعوها أن علاقة سامة فيش واحدة تشتكي من خطير بتطلعوها بس ده توكسيك سبيه بسرعة قبل ما تتجوز وتطلعي لك بعيلين ثلاثة طيب وهنتكلم بقى تاني يعني بس أنا مش دلوقتي يعني بتدعوه بالعلاقات العاطفية العلاقات وبعدك هندخل في الأهل العلاقات المؤزية بقى التوكسيك دي اللي صعبة اللي أنا لا قادر أغير أبويا ولا أمي ولا أخواتي ولا ولادي يعني في ولاد بيبوا وتوكسيك شخصية مسيطرة